تشهد العلاقات المصرية الهندية تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية حيث يحرص الجانبان على تكثيف الاتصالات وزيارات رفيعة المستوى وللمزيد من التفاصيل مع زميلة مرنة إيهاب أهلا بكم تعتز مصر دوما بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند وتحرص على تعزيز مجالات التعاون وتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات العلاقات المصرية الهندية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية حيث حرص الجانبان على تكثيف الاتصالات وزيارات رفيعة المستوى والتي كان أخرها تلقي رئيس عبدالفتاح السيسي رسالة من رئيس وزراء الهند نارينج رامودي والذي أعرب خلالها عن تطلعه إلى استكشاف أفاق جديدة للتعاون المثمر بين مصر والهند وصولا إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية خاصة في ظل كون مصر تمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية الهند هي سادس أكبر شريك اقتصادي دمصر بينما تعد مصر تاريخيا أحد أهم شركاء الهند التجاريين في القارة الأفريقية حيث زادت التجاري الثنائية بين البلدين بنسبة 75% على أساس سنويا في السنة المالية 2021-2022 وبلغ مجموعها 7.26 مليار دولار ومن أبرز المجالات الواعدة في مسار العلاقات بين البلدين مجال الطاقة حيث وقعت الهند ومصر مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع الهايدروجين الأغدر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمار 8 مليارات دولار وبطاقة 220 ألف طن مترية سنويا أما الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة خطر الإرهاب انعكس على العلاقات بين البلدين حيث تسعى الهند دوما إلى تبدل الخبرات وترسيخ الجانب العسكرية والأمني والتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات ويلي البلدان اهتماما كبيرا بتنمية وتعزيز المجال الثقافي والأكاديمي حيث بدأت مراكز الأبحاث والجامعات بتنظيم عدة ندوات فكرية وثقافية بين مفكري وثقافي البلدين والحرص على المشاركة المستمرة في المهرجنات الثقافية الفنية بالبلدين كما أن هناك فرصا لتنوع مجالات التعاون الثقافي مثل الترميم والصيانة الأثار وإقامة معارض للأثار المصرية في الهند تنظر القاهرة لنيودلهي باعتبارها عاصمة لإحدى أعرق الأمم تاريخيا على مستوى العالم مع استمرار إسهاماتها الكبيرة في محيطها الإقليمي والدولي في الوقت الذي تستهدف فيه الهند الوصول بعلاقتها مع مصر لمستوى الشراكة الاستراتيجية وهكذا تمثل القاهرة ركيزة استقرار في منطقة الشرق الأوسط وبوابة عبور الهند لتعميق علاقتها مع القارة الأفريقية ترجمة نانسي قنقر